السلام عليكم ورحمة الله اليوم إن شاء الله سنضغط الـ TIP الأول في Next.js نحاول أن نضغط هذا الـ Page الذي سيكون في هذا الـ Listين نضغط نضغط To Do 11 نضغط Create. هنا تضغط To Do Uncomplete نضغط نضغط To Do 5 هنا نضغط 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 Cancel ونضغط نضغط ونضغط نضغط نضغط To Do 5 هذا ما سنرى إن شاء الله اليوم نبدأ على بركة الله في هذا الفيديو نحتاج json server لكي أعطينا الـ API ونعمل باق هذا json server يتباز على json file وهو الذي يريد استوقفه يعني تكون هناك داتاباس لكي أعطيناه نضغط NPM install json server بعد أن نضغط نضغط الـ Root عندما نضغط الـ Root نضغط 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 ونضغط فائل db.json هذا db.json وهو الذي تكون فيه Structure هنا نضغطي أحد الـ Object الذي يكون هو داتاباس وهنا سنضغطيه الـ Tableau وهذا هو الـ Example الذي سيكون نضغط ونضغط 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 نضغط ونضغط بعد أن نضغط الـ Endpoint إذا تصلح الـ Tudos سيظهر إلى هذا أول شيء نبدأ بها هنا لديه ونضغط 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 نسميه Tudos Page هنا وهذه سنسميها Tudos ونضغط 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 هذا ونضغط هذا ونضغط 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 يظهر مشاكل في الـ SVG يجب هنا ونضغط هذه تحتاج المساعد وهذا يجب تبدأ هنا يكون أدوالة سنحاول نكبر هذا ونضغط هذا ونضغط هنا ونضغط هنا نرى ما يجب ما يكون مثلا هذه ونضغط هذه لا نضغط نضغط يوجد هذه سنضغط هنا أقوم هنا ونضغط تبدأ تغلق تغلق ونضغط هنا سنحيط ونضغط كيف نعرف هذا ما نحتاجه سنحتاجه ونضغط يعني سنضغط سنضغط نضغط وهذه وهذا سنضغط سنضغط لن نضغط 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 سنضغط ونضغط المترجم سنضغط ثالث سنضغط 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 ونضغط 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 نضغط ثم نحاول نضغط نضغط ونضغط وهذا نستطيع الذين لا يوجد سننستغط بهذه الطريقة وهذا هو الريزولت ديالنا. دا باش نبقى خاصة ندل. خاصة نجيب ديتا من ال API. يعني خاصة نعيط لهذه. ونعفيش هاتي. هاتي نطلع دب هنا. هاتي نرجع هاتي. اسنكرون. وهنا هاتي ندل واحدة. ديتا كتساوي فاتش. ونعطيها. ال url. وهنا هنحاول ندلوز لهنا. ندلوز له الكاش. بش ميكوش هاتي مشكلة للكاش. هاتي نقول له. من بعد. هاتي نجبط. اللي هاتي تكون هاتي. هنا هاتي خاصة نبدأ نبوكلي دابع ديال. يعني ندلو حد اللوب على هاتي شي كامل. هاتي نجبط .ماب شنو غادي نديرو غادي ناخدو هذي بحلقة ناخدوها هاك ونحطوها اهنا وهذه السنجل كوتس اصلا ملايقين لولو ماقدر نعبط عنها هذي غادي ستكون جمعها حتى ايه في شي في ديف الحلقة بشي يكون عندي تشايد واحد وغادي نحطها هنا هذي نديرو نفس الحاجة في الالس نكوبيها ونقولها هذي غادي تكون complete completed وهذي incomplete شنو غايت تبدلها تبدلها هذي تقولي رايت وهنا ايه عندي واحد قويت ناسية يعني data wait نجيبو data no store صافي كيبالية كل شي مزيان هذا هو الريزولت غادي خصني نزيد شي flex نزيد هنا ايه class نقدر نخرج هذي هذي من هنا ونقدر نخليها صراحة under class flex ونضيرها في هذه وفي هذه وهذا هو الريزولت الاكتباغي ده بس اللي انه لا في حاج وننسبة للدليت غادي خصني نجي هنا ونضر slash delete وهنا نعطيه لش بغايت نضير delete يعني هنا غايت تكون عندي to do dot id نفس الحاجة غادي نكوبيها ونوجده احسن الupdates اللي غادي نحتاجه من بعد وهنا update slash to do dot id نبدأ جيس هنا ينضر delete غادي يديني slash delete slash to نقدر نزيد اصلا هنا يا slash to do slash بش يبقى تكش يندي مش موعدة to do وهنا غادي خصني نزيد واحد الفولدر اشتيد ونسميه delete نكوبي هادي نحطيه هنا هنا to do ولا to do delete هاد شي كامل ما غاديش نحتاجه وهاد شي ما غاديش نحتاجه دبعنا غادي خصني نجبر الparams اللي عندي وفي هذه الحالة غادي تكون عندي params const غادي ندير to do id كتساوي params bot وانا خصني نكوبير كيف كتعرفوا ال id يعني غادي نجبر ال id ديال to do كيفاش غادي ندير هاد شي خصني نزيد هاد السيجمون ديناميك اللي غادي يكون هنا هو to do id يعني هاد البيج هاد ستجي هنا هي الوسط وهنا غادي نكوبيرها نشان ب to do id يعني دبع هنا عندي to do id ديالي قدر نعافيشه دبعا غادي خصني نكوبي هادي نيت يعني تقريبا لغا يخدمو بها نقول لها هنا اخر هو هنا هاد المرة غادي نعيد slash to do هنا غادي ستكون عندي slash ال id غادي نيتشان بلا ديالت دبعا هاد المرة غادي نعيد json server دبعا يضغط بحلقه شنو غادي يوقع json server غادي يجيب لي ال data ديال ال item اذا صفت لي واحد غادي يجيب لي هادش انا ما غادي هادش بغادي يسبريم هادش شنو غادي ندير نخليها بحلقه غادي نجينا وغادي نقول لي عافك شوفر الميطود ما غدا شكون get ولكن غدا تكون delete صفت هنا غادي نقدر نخدم redirect ننسل نبعد هنا ها نجيب uh to do ونضي اللي await data dot json هنا اقدر نتستي على data dot ok لكي نكون كل شي مزيان ونقدر نتستي على ها ال to do هادي هادشا غادي يجي فيها ال object اللي غادي سوبريما ونضي اللي redirect وهنا غادي نقول لي عافك شر ليا slash choose وننسى شهر ينبتلها على السبعة باش يكون كل شي مزيان نتستي على هادي هادي نجينا under delete هنا بقليف slash delete slash josh نشوفوا سيبريما ما سيبريماش هنا نصفته كل شي نحاول نرجع هادو بحل هكا نرجع هنا نعاود نرد ب delete كيمشي كيررجع شوفونا كيت سوبريما يعني كنتدوز delete ولكن هنا كيف نشوفوها في الشاشة يبقى هو هو نحاول نقوم ب delete أو برات سوبريما هو ماشى نحاول نactualize هنا كيمشي يعني هنا درجة عندي واحد المشكلة في الكاش في next.js باش نحلو هاد المشكلة هادا كين صراحة نقدر نخدمه بالكاش ونخدمه ب revalidate وندروا revalidate الكاش ولكشي ولا بيانا باش ما نتعطلوش بزاف نقدر هنا نزيد شيء زيد شيء شيء لعيبة بحلاكة ونقول لي مثلا هنا بغيتك to the save play to do id يعني لوقيتها ليكن سيبريما to do id واري نقدر نديرها ندلها to do كي تجد نقوم بشكل نقول ب next كي يحييي كي يحييي هذا الكاش ونحن نديره على الكاش لديه ونحن نديره على الكاش كاملة كما نتطرق اخرى كل مرة نرى لكي لاحظ نديره ونبدأ لأولا وكل شيء هذه هي نحاول نديره اعطي نأخذ هذا نديره هنا ونحن نطلع الفوق فوق التابل نضع هنا ايش يدير ونضع هذا البطن هنا ونضع to do slash create نضع هذا الشيء وهذه تكون create وهذه نضع الvariant هنا نضع واحد الكلاس name نضع flex ونضع هنا justify and لنضع هذا البطن الأخر ونضع هنا واحد الـ y يرجع سوف يدير الريزولت الذي يدير الى create هنا سوف نضع to do slash create ولم ينضع هذا البطن على الفرصة لنضع كما سنضع هنا ونضع نضع create ونضع page من هنا هنا سوف نضع to do create هذا الشيء كامل للداخل ونضع هنا الشاتسيان ونضع input وعندما تستعمل ونستعمل بها نضع هذا الكود هذا يبقى سهل سوف نأخذ هذه ونضع هنا ونضع احد الفورم بالنسبة للناس الذين يعرفوا react hook form تقدروا تخدموا نشان هنا بالفورم وتخدموا به نشان أنا لا أريد أن يصعب والناس الذين لا يعرفون شى react hook form أريد أن يفهموا هذا الشيء الذي سوف نضع ولكن الناس الذين يعرفوا react hook form خدموا فيه رحصة هنا سوف نضع import وهذا ما نضع من component ui input هنا سوف نضع بclient component يعني سوف نضعه بذلك الشيء الذي سوف نعرفه في react سوف نضع شيء ما سوف نتبدل حيث هذا الشيء كامل وهنا سوف نضع هذه السويتش ونأخذ هنا الكود وهذا هو هذا نقوم هنا الكود الحلاكة ونأخذ نبدأ بالسويتش نأخذها من component ui وال label حيث سوف نتخذ من component ui ننقذ واحد البطن الصغير وهذا نضع هنا create وهذه هنا نقدر نضع فيها completed ونقدر هذا الشيء كامل نضع وسط واحد نضع هكا لا أريد أن نتحكم فيه نضع البطن الصغير هذه نقدر نضعها هكا سوف يكون هذا الشيء جيد هنا ما أعجبني الصراحة هذا result نقدر أن نضع هنا نأخذ هذا div الذي كانت هنا ونضعه هنا نحن نضع هذا هذا هو result نضعه هنا في form class نضعه 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 هذا email سوف نعود هنا type text وتكون هنا title كيف لا نستطيع نضعه 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 ونضعه 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 نضعه 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 في هذه الحالة title وهذه سيكون title ونضعه ونضعها id title وهذه سيكون هنا title title ونضعه ونضعه نضعه نضعه وهنا نضعه سيكون قد كبيرا سيكون قد كبيرا سيكون قد كبيرا هذا ينضعه Autofocus ونضعه هنا هنا ايه اطفوك اسم اتخذتش ماشي مشكل سفي دبعنا هنعمره الديتا نختاره هذي وندره هنا هنقدر نزيد واحد الكولباك هو اللي غادي يجيب لي الديتا من هذي الانبوت وغادي نعيز لي هن suction على هذي البوتو ونقوم بقية امتengaي ونطلق الديتا من هنا سنعودي وحد الرف use ref. سنضع title. سنضع واحدة هنا. switch. اللي هي comp is complete. هذه سنضع لها by default false. وهذه سنضعها خوية. هنا سنحتاج نريد الديتا من title ومن is complete. سنقدر رجعها ref. سنقدر نخليها مشكلة. انا سنضع title value. تساوي title.current.value. وبالنسبة الثانية is completed value. سنضع is completed.current.checked. حاليا ادنا هذه السويتش. ومن سنضع الرف هنا. هذه هي title. وهذه الرف ديالها. هي is completed. هنا في تلك هندر واحدة console.log. وهذه نجيب ده هذه. وهذه. هنا عمرت شي حاجة. complete create. هنا طلعت لها undefined. is complete. نجربه dot value. creates. دابة طلعت لها on. نحاولو نحيدو قبل value. نشوفو شنو غدا تجيبنا هنا. هنا نطلع لها البوتون كامل. ونقدر نخليه هنا. dot value. ونضع لها وشك تساوي on. هكذا. إذا رجعت. is completed value. title value. نضع create. هاي ستطلع لها true. وهذه ستطلع لها data ديالها. كيف يبقى لها هنا. نصفة data. يعني. سنحتاج نضع هذا شيء. لكن نضع لنا قبل. اللي هو هذا. نقوم بها شيء من هنا. نحاول create. وهذه نقوم بها. هذي ستكون. asynchrone. وهنا سنصفة لها. ونصفة لها هذه المرة. بال post. وهذه سنزيد لنا البعض. وهنا ستصفة لها title value. وغادي يكون عندي. completed. غدا تصفة لها is back. وهذا الروتر. سنجيبه هنا. const. روتر. كي تساوي. use. روتر. ونأخذها هنا. من next. روتر. وهنا يبقى last router dot back. نقدر نضع لها router dot push. ونأخذ slash todos. هنا next router. actualize هنا. عندي المشكلة في use router. نشوف مني جبتها. جبتها مرة روتر. navigation. navigation. ما بكي بليم زيان دكشي. نضع لها studio 3. completed. create. ها هي طلعية studio 3. ونشوفه هنا يعطيها هذا ال id. نحاول نعود هنا ندلي واحد واحد. وهذه. جوج. جوج. نعود نactualize هنا. نحيط هذه. 1 جوج. مزيد دكشي. ثلاثة. completed. create. نشوفه وش تزادت. هاي تزادت. تعطيها هذا ال id هذا. 1928. يكون مشكلة في version. مشكلة. نحسف ضغط ال id. وهنا كيف كنشوفه ما طلعش لي. يعني نفس المشكلة اللي كان عندنا قبل. نتعجب تزادت دكشي وما طلعش لي. يعني هنا شنو نقدر نديره. ندروا لي هنا يضغط. push. ونعطيه slash. todo's. شوفوش غدا تزادت. create. todo. ربعة. complete. create. ما طلع لنا. وهنا يوجد. هنا كل يأتي هنا. والاسمه يدر هكه. يدر window. location. بطء replace. هناك يدر slash shadow. وكي أعطيها. هكه. وبلد ما يدره شي كامل. وكي يخلع. يعني بالاسمه يخدم بالراوتر. كي يخدم غير جافا سكريبت هذا. درنا create. shadow. 5. complete. create. هنا. هنا. كي أجود. اعلى شحة. بحالة درنا ريلة. ودر ال page. إلى لاحظته. يعني خرجنا من context. لل next.js. أنا كنفضل صراحة ما ندروج هالطريقة هذي. نفضل نخدمه بحالة. يعني غير رجع. الراوتر ديالي. هنا نخلي. push. نعطيها created. item. هنا نقدر. recuperate. to do. ثم تكون هي. wait. data.json. وهنا created. item. كي تساوي. هنا نعطيها. to do. i. هنا يلاقي واحد المشكل الصغير في هذا. is completed. هنا. شنو غدي ندره. غدي نحاول نخدمه هنا على على. على unchecked. يعني فاش تشانجة. فاش تشانجة. فاش تشانجة. يعني تشانجة. هذا الفاليو دياله. يعني تشانجة. هذا الفاليو دياله. هنا حتى ال event. حتى ال use ref ما أبغا تشتخدم صراحة. نزيده هنا حتى ال use state. ندره completed. هنا تكون false. ونحاول هذا الفالي من هنا. هذه غدا تحاول حتى هي. ونضع completed هنا. ونقدره نحاوله. حتى في هذا الشيء اللي غدي ندره. وهنا غدي يخص نزيده واحد. نحاول هذا الف. ونزيده checked. ونضع وهنا غدي ندره. ونضع. 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 حالا. حسنا. ال use ref ما أخدمه مع هذه الشيء اللي شادسين مزيان. ما قدروا نخدمه. ولكن غير باش نسهلها لكم. ما نصعبه لحياة. أتمنى لها بارتي تكون مزيانة بالنسبة لكم. هنا بالنسبة للنسبة لكي ترى الكويري بارا. بحالة يحاول. يفيد شيء يحاول. ويحيدك الكاشة اللي عنده. هنا طرق حسن وبروفيسيوني لكي نخدمه في الكاشة. سنشوفه من شاء الله من بعد. فنمشيه غير في البايزيكس. هنا سنحاول نضع واحد القضية. بل اسم يدر. ونضع. ونضع. ديالوج. شادسين. سنستعده بنفس الطريقة. ثم سنكوبينا الكود. سنأخذ الكود من هنا. الناير. ونالجه هنا. في الموضوع. نضع. الـ ونضع. هنا ندخل لكي. ونضع. الـ ونضع. الـ ونضع. من الموضوع. الـ ونضع. ونضع. دستوركتف. وتكون الهجر. وقد نضع. الصحيح. هذه رجعة delete. وهذه نقدر. زيت to delete. to do. وهنا نأخذ to do.title. و نضع لعنة strong. installation. نضع. نفس الطريقة. وهذا سوف نعود إلى to do. و نضع لعنة delete. نضع لعنة delete. و لا نعمل بهذه الطريقة. سوف نضع لعنة. to do. delete. و نضع لعنة to do. و نجعلها لعنة الخدمة. يعني لعنة لعنة الخدمة. to do. و نضع موضوع. و نضع لعنة to do. و نؤمن لعنة to do. و نستطيع ذلك المعنة. هذه نتصبح بإمكاني موضوع. يعني نضع هنا. و نضع هنا و نضع لعنة. on click. و نضع لعنة. و نقول لك ما سوف يجعل. و في حالة أخرى نستطيع أن نستعمل. و نضع لعنة on click. هذا الوضع نقول اخضر مع ذلك لكي اسمحي ways وهنا هذا البطن سنبقى الثانية وضع التق까 既ينا ضد كنشع اذا خصدنا ما تحتاج هنا هوaba 7 وضع نضع ديف وضع طويلة اتطلع ثم تذهب هنا 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 كيف توجدوا تضع كانت هذه المحلومات لديكم أسئلة دعوهم في الكمنتر والذي سألها دعوكم في الكمنتر لكي نرى نتمنى أن هذا الفيديو كانت مفيدة لكم ونطلقها وإن شاء الله الفيديو الجاية لكي نرى Server Actions يعني في الأسماع نخدمه بهذا Client Component ونفعل هذه الخدمة للCreate التي تأتي هنا وإضافة الRequest الذي كتبان يعني هنا في الConsole كتب علينا في الNetwork في الـCreate تأتي هنا وإضافة الـTudo 10 تأتي الـCreate تكتب علينا الAPI وإذا كانت طوكن غديبين كل شيء كيبان يعني كيبان فيه نحن نعيده وكندوز لها Data نقوم بServer Actions لكي لا يبقى هذا شيء كيبان نضرب لكم موعد الفيديو الجاية لكي نرى Server Actions